في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين البخل في المشاعر والتقل في المشاعر اختلف كتير جدا يلا بينا ايه زيك يا شباب عاملين ايه يا ربك رب خيلة او مرة تشوفني يعني كنا معيفة بقدم احتلها في ستانة ما تباشي هاسبيكر ادخل جيلة اقول لك لفة وعندي قانون جيمج تاني جدا ادخل جيلة اشوفها جيلة اتعجبك جدا جدا ولو عجبك المحتمل لساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ اعطل في الموضوع الحلقة في ناس مفكرة انه نما انت تبخل في المشاعر فانت جدا بتتقل في المشاعر وبتتقل في العلاقة فانت جدا جامد جدا لا تفري جامد جدا البخل عن التقل دي حاجة ودي حاجة فاحنا نتكلم بقى ونشوف ايه الفرقات بتاعته البخل اللي في المشاعر ده اللي هو المفروض انت مبتديش اصلا او بتاخد بس يعني اللي هو بتاخد اهتمام بتاخد حب بتاخد همية بتاخد كل حاجة من الطرف التاني اذا كان بقى ولد او بنت او انت وولد او بنت فانت اخد بقى كناations على نفسك وانت مبتاديش اي اي شيء خالص ولا بتدي اهتمام ولا بتدي كلام ولا بتدي حب ولا بتدي اي حاجة خالص ده بخل وده غير التقل في المشاعر او التقل في العلاقة فكرة انت تقيل بتدي الحاجة بحساب بتدي الحاجة في الوقت المعين بتديش حاجة في الوقت المعين تحسبها جده عرف امتى تجيب البنت امتى انت تجيب الولد مثلا بكلمة بحاجة انت عملتيها جده ده اللي هو بزكاء اللي انت تقيلة في المشاعر او انت تقيل في المشاعر غير ان انت بخيل قصة مبتديش هي حاجة خالص جبلة حرفية ولازم تعرف بس قبل ما نبدأ فيها حاجة ان كل حاجة بحدود ولا اللي هو مدلوء قوي قوي ولا اللي هو جبلة وبخيل قوي قوي عشان بس نبدأ بس ايه جده ونشرح بقى الموضوع من اوله وبرضو خلينا متفكين ان كل اللاينات اللي عندنا هنتكلم علينا النهاردة هي مكتبطة بالزكاء يعني كل اللاينات هتلاقييني بقولك بزكاء ماشي يلا بنا بعضة اول حاجة ادي اللي عندك بزكاء وده يعني ايه يعني دي الفكرة اللي انا قلت عليها انك تدي المشاعر اللي عندك بزكاء مش بحدود بزكاء تفرق يعني امتى تقول مثلا بحبك امتى تقول كلمة حلوة امتى ما تقولش امتى تقول لها لو نخرج امتى الحاجات دي بتتحسب بزكاء عايزة لوقت المعين عشان ترغف تجيب اللي قدامك اذا كنت بنت او اذا كنت ولد وعملنا فيديو بعنوان علاقة من طرف واحد هتلاقيه هنا هينفعك جدا جدا لازم تتفرج عليه بعد ما تخلص الحلقة تاني حاجة خليك غامض بزكاء وهنا بقى تفرق هنا بقى الشعراية الشعراية اللي بتفرق ما بين انت بزكاء تبقى غامض فهي تبقى مشتاقة تعرف اللي عندك ومشتاقة تعرف المعلومات اللي عندك وازاي بتتعاملوا كم ده وغير انك اصلا ممل ما عندكش حاجة تقدمها ما عندكش حاجة تقولها فانت ممل فتفرق الزكاء هنا هنا شعراية لازم تبقى غامض بطريقة بتشوق اللي هو انت عايز تعرف اللي قدامك انت ايه وراك ايه الزبط بس انت في حاجة مثلا كل فترة فترة تقول لها معلومة هي تبقى هي حبة اصلا لات قابلك لكن انت ممل ما عندكش حاجة تقولها عشان انت اصلا مش بتقول اي حاجة خالص دي جده غباء فانت لازم تبقى غامض بزكاء ثالث حاجة خلي عندك كل يوم معلومة جديدة عن نفسك او خلي عندك كل يوم انك بتعرفها معلومة جديدة بتستفاد من النقر مش بتكلم انه هو ناشون جيوغرافي بالكلام ده لا اللي هو تستفاد منك على طول كل يوم متبقاش علاقة مملة متبقاش هي بعد ما اتكلمك تحسل ايه ما استفدتش ايه حاجة خالص ايه الجديد لا خلي الاوا بعد ما تخلص مكالمة يبقى فيه جديد انت علمتها حاجة علمتها كلمة علمتها طريقة علمتها اسلوب كلام معين لازم تعلم اي حاجة ما تبقاش مملة في العلاقة اللي هو ازايك عاملين الحمد لله عملت اكل النهار ده حاجات دي مملة مع اول مرة تاني مرة تالت مرة خامس عشر حداشر خلاص بتلاقي ان خلاص العلاقة مساخت قوي ملحاش طعم جدا فلازم يجب فيه جديد كل مرة رابع حاجة ودي انا مؤمن بها جدا جدا سوق العلاقة اللي انت فيها بزكاء بش بالعضلات فيه ولاد غبية جدا وانا بصراحة بشفك عليهم اللي هما بمشيين العلاقة بالعضلات بالزعيق باللي هي انا اخوفها مني اللي انا عشان جدى صيد الراجل فانا لازم اخوفها مني انا بغيار عليها فيه فرق ان تبقى خايف عليها وتخوفها منك دي فرق كبير جدا لنك تكون انت بتحسسها انا انا خايف عليك وفيه فرق ان يخذك خايف فكلPs منك في كل تحاديلاتي تسمع كلامك اي او كلمة تفقين انت في كل تحاديلاتي نعم انت خايف عليها فهي هتحترم ENOUGH promotional تسمع كلامك والان نهاية تانية انِ تينك تخوفها في خاصة دي برطوك ما في الآن فرق بقى في المعاملة بعد جده هي تبقى محترم الحيطة دي فيك ان انت خايف عليها بتمشي العلاقة بزكاء تبقى امتى مثلا تقول لها انت غيران من لبسها امتى اللي انت تقول لها انت غيران لها مثلا بتكلم حد فلاني فهي من نفسها تلقائين هتلاقي لها احترمت حاجة زي جده وعملتها فانت جدها مشيت العلاقة بدماغك عم مشيت العلاقة وعملت اللي انت عايزه بس بزكاء بحت لكن الناحية التانية الزعيق طرب اللي هو فكت بقى انا خوفت مني فهتامين لحاجة دي مع اول ولد بيحترمها او بيقول لها كلمة حلوة او بيمشي العلاقة بزكاية هتلاقي انها فكستت لها فقالص ورحيت وتتلقى ليه بقى سريتني يا زميلي بقى وليه بقى وغدري فرابة ونولع لك شمعة والكلام ده بس يعني تطبيقى جدا انت مش عارفت دير العلاقة هي مخنوقة معك هي خايفة منك فانا ملاقيت اللي طمنها مع السلام يا صاحبي بقى خمس حاجة بقى ودي مقولة يعني انا بقولها دايما لصحابي الموضوع لو انت فكرت فيه مش محتاج حاجة اوفر قوي لا مش كيميا العلاقة اللي انت تدخل بها مع اي حد هي مش كيميا هي بس انت بقى عايزة سنس عايزة موازنة بينعيبها جدا زي توم جيلي لكن فكرة بقى اللي انت بقى حاطت بقى الموضوع في دمائك بقى وكيميا بقى واتكلمها امت وقول ايه وما اقولش ايه لا هي هتلقي ان الموضوع معقد او بالنسبة لك فانت خلي الموضوع بسيط جدا وماشي بسنس والكلام ده بقى ماشي على كل حاجة امتى تقفش امتى تعدي امتى تبع صاحبها امتى تبع حبيبها امتى تغير امتى ما تغيرش امتى تتكلم وانت متضايق امتى تتكلم وانت طبيعي جدا امتى تبني انت غيران قوي 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 وما ينفعش ومش هينفع يعدي الحوار ده وانت اللي هو عادي ممكن يعديها المراتي اللي هو انت تتمشي علاقة بدا ده لو مشيت بيكسن بالله اللي قدامك هيبقى بص بتاعك ومش هيحس بحاجة زي جدا خالص بس اهم حاجة بده اخر حاجة بقى ودي ميسج للولاد بحب اقولها لهم يعني ان لو انت فكرت في الموضوع البنات هي بش كائن فضائن انت بتقدرها وتقول لها ان انت ملكة وتعاملها كأنها ملكة في حياتك ولازم تحسسها ان هي مهمة جدا لكل حاجة بس برضو هي بشر زيك زيه زي ما بتعامل الناس البشر عادية لازم تعمل الكراش برضو عادي جدا مش ان انت هتعامل الناس كلها حاجة والكراش بقى لا يا باشا بقى دي كيميا بقى وش هينفع ودي جامدة جدا لما تعرف لها مش كائن فضائي مش حاجة واو جدا لها برضو بشر زيك زيه فانت عاملها على الاساس ده بتفضلش تفخم في اللي قدامك جدا 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 بس برضو مش معنا جادة لانت ما تفخمش خالص لأ بزامة ولا جدا في فعل ما بين السنس والبخل في العلاقة خالص او في المشاعر فانت هتعامل معاك انها بشر مش كائن فضائي الواو يعني فانت هتفري معاك جدا جدا لو انت هتنشيت بس باللاين دي امشي معاك انها بشر مش كائن فضاء مش حاجة واو هي بشر زيك زيه فهتلاقي ان الموضوع بدأ يتعدل معاك شوية الموضوع بدأ يرجع تاني لمصاري الطبيعي اتا اي حد مرتبطين بس وده كان الفنة بين البخل في المشاعر وانك تمشي العلاقة بزكاء او تمشي علاقة بفكرة كنت شخصية كنت بس وده كان اللي عندنا في الحلقة بتاعت النهاردة طبعا نزلت فيديو يوم الجمعة اللي فاتت ولي ما تفرجش عليه كان علاقات الجيمينج حلقة كانت حلوة جدا جدا بس انا بقفت في الاخر جر ما عايتش اكمل الحلقة عشان كنت متعصب جدا 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 بدلت اشتم وبدلت انا الحلقة كتيرة جدا فلو عايز تعرف ليه وقفت الحلقة وليه كنت مشتم وليه ما كاملتاش هتلاقي الحلقة في الاقي اللي هنا دي جدا هتكابك جدا 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 واملين لك برض سبسكريب وتعالي بس متعصب جدا تعمل سبسكريب للحاجات اللي هتصبح رحيمة دي جدا عشان يجي لك اي افديت في حياتي وكان عادة دوسي يا كوتش سلام عليكم